اشتركوا في القناة وبركاته إن عالم الصم عالم مليء بالصعوبات والمطبات أولها التواصل وآخرها التواصل لكن عزيمتهم أكبر من أن توقفهم هذه المطبات فالإنسان المعاق عفوا هو إنسان ليس معاقا بنقص حاسة من حواسه بل هو إنسان في حالة إعاقة فكل واحد منا قد أدرك هذه الحالة من الإعاقة فمثلا عدم تمكننا من اجتياز الطريق لعدم وجود جسر للراجلين فهي حالة إعاقة أو عدم تمكننا من رفع ثقل ما فهي كذلك حالة إعاقة فالأجدر أن نقول أن هذه الفئة هي في حالة إعاقة ولكن من خلال هذه الحصة سنرفع حاجز الإعاقة وستغير الجانب فتصبح لغة التواصل هي لغة الإشارة هذه اللغة التي يستعملها تستعملها فئة الصم للتواصل فيما بينها وبفضل الله وبفضل كل القائمين على هذه الحصة فقد نزعنا هذه المعوقات بل أكثر من ذلك فهناك مترجم سيتكلم ويترجم كل ما يدور بلغة الإشارة فأهلا بكم في حصتكم دروب الأنامل معنا اليوم ضيفات عزيزات من فئة الصم اليوم الحصة ستكون بعنوان ابني أصم فمرحبا بالجميع على يميني السيدة بن نور هاجيرة تفضلي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي بن نور هاجيرة لغة الإشارية هي ذلك وعلى يساري السيدة شملال جازية تفضلي السلام عليكم اسمي ولقبي جازية شملال هذه لغة الإشارية وعلى يساري كذلك السيدة طالب حميدة تفضلي وعليكم السلام اسمي طالب حميدة هذه لغة الإشارية مرحبا بكم جميعا كما قلنا سابقا فموضوع الحصة بعنوان ابني أصم سنتطرق في عدة نقاط حول كيفية تعايش الأولية مع اكتشاف أن ابنهم أصم وكيفية مرافقة هذا الولد في خلال حياته منذ ولادته إلى تمدرسه وارتأينا فداية في المحور الأول التكلم عن مرحلة الولادة إلى سن ست سنوات سؤالي الأول كيف يتعرف الأولية على أن ابنهم أصم نعم حكايتي أنني عندما أولد كنت أسمع كنت أسمع ولم يكن لدي مشكلة لكن بعد مرور ثلاث شهور أصبح مردت بمرض التهاب السحاية والدي لم يكن في المنزل كانت والدتي فقط فلم تتمكن من من معرفة ما بي فحرارتي مرتفعة ولم يكن الهاتف في ذلك الوقت ولم يكن تكون مواصلات في الليل كانت حرارتي أربعين درجة لكن انتظرت حتى الصباح وذهبت إلى الطبيب لكن الطبيب قال أن أن حالتي عادية ولكن الأم أصرت أن حالتي غير عادية لأن لون بشرة أصبح أزرق لكن الطبيب قال طمأنها وقال أن ليس هناك مشكل فعدنا إلى المنزل لكن بعد أربعة أيام بقيت أن أبكي بقيت أبكي بقيت أبكي لكن بعد أربعة أيام لم أتوقف من البكاء لكن عندما كنت أرى والدي كنت أتوقف من ذلك وكانوا ينادونني ولكن لم أكن أتواصل معهم لكن عندما أرىهم لا أبكي فلاحظوا أن هناك شيء غير طبيعي لكن والدي وقال والدي لاحظ أنه شيء غير طبيعي لأنه عندما يكلمني ويناديني بإسمي لا أنظروا إليه وعندما يقفل الباب بقوة لا أنظروا إليه فأصر أن عود إلى الطبيب وأن يعيد الفحوصات لكن نفس الطبيب قال أن ليس هناك مشكل وقال له أنني عندما أناديها فهي لا تتأثر يعني والدي عود رجعني إلى المنزل يعني قبل ثلاثة أشهر كنت أسمع لكن بعد ثلاثة أشهر أصبحت لا أسمع حتى أراهم كي يطمئن يعني حتى عندما كنت طفلا عندما يعني ينادونني لا لا أنظر إليهم وعندما يقومون بوضعي في السرير ويقومون بتحريك السرير فإني فإني أنظر إليهم يعني الوالد وجد حيلة أنه أخذ المفاتيح ونظر إلي وقام بترجيح المفاتيح أمامي وكنت فرحة لكن ولدتي أصرت أن أقوم ذلك من ورائي من ورائي ولما قاموا بذلك لم أتأثر وبالتالي فهموا أن هناك مشكلة حقيقة وذهبوا إلى طبيب آخر كي يقوم يعني بفحصي ويقوم نعم يقوم بفحصي ويقوم بفحص السمع أو لا نعم أعلم أن حكايتك طويلة لكن سنتوقف هنا فقط فهمت أن الوالد قد اكتشف أنك سماء بسبب عدم إجابتك له عندما يناديك صحيح نعم يعني نفس السؤال كيف يكتشف عفوا كيف يكتشف الأولياء صمم الإبن نعم يعني كل أخواتي وإخوتي كلهم يسمعون يعني أطفال عاديين كنت في خلال ستة أشهر الأولى كنت عادي يعني لم أكن لدي صمم كنت أسمع لكن مردت في أحد الليالي ولما استيقظت والدتي وجدتني في حالة حمى كبيرة فأخذوني إلى المستشفى بسبب هيئتي فكنت كالميت يعني أخذني والدي لم تكن هناك سيارة فساعدنا جارنا ليلقين لأينا المستشفى ذهبنا إلى مستشفى مصطفى باشا طبيب حاول الفحص وحقيقة وجد أن هناك عندي يعني بسبب الالتهاب السحاية فقد فقد تعرضت إلى إعاقة سمعية لكني أخذني والدي إلى 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 مستشفى حسين داي عند طبيب الخاص بالحنجرة والأنف كي يقوم بلوديوغرام يعني باش يتعرف على مدى الصمم لعندي فوجدوا أن صممي عميق شكرا نفس السؤال أنا لما أولدت أولدت سماء يعني ليس كصديقتين الآخرتين لدي أخ أكبر مني هو أسم يعني أنا 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 تالت للإخوة وكنت وولدت سماء فقد كيف تعرف الأبوين أنك سماء نعم نعم كيف تعرف والدي أني أسماء يعني كنت مع العائلة ألعب معهم فكانوا يصفرون وكل الأطفال في العائلة ينظرون إلى يعني إلى العائلة إلى الأطفال الآخرين لكني أنا لا أنظر إليهم وعندما ينادونني فلم ألتفت إليه هناك يعني لاحظوا أن هناك مشكل وبسبب أن أخي أيضا أسم فقد تعرفوا على ذلك بسرعة نعم أنا ثاني للإخوة من فئة الصم جيد في الحقيقة عند ولادة الأطفال على المستشفى أو المستشفى الخاص أن يقوم ب التشخيص المبكر فهل فعلوا ذلك معك عند ولادتك نعم شكرا على السؤال عند ولادتي ولدت في المستشفى والدي يعني هما من الأشخاص العاديين ليس لهم إعاقة فلم يقوموا بذلك ولما أخذوني بسبب أنني مرت بعد ثلاث أشهر فطلبوا منهم التشخيص حالتي لكنهم أصروا الأطباء أن يقولوا ليس هناك مشكلة إنها حرارة عادية هناك أشخاص عندما يمرضون بالتهاب السحية يمكن أن يصبحون يصبحوا من فئة الصم أو ضريرين أو يعاقة حركية أما عندما يكون الأولياء مثلا من فئة الصم فالتشخيص المبكر يكون أوتوماتيكي لكن عندما يكون الأولياء ليسوا من فئة الصم فلا يقومون بهذا التشخيص هذا لنقص الإعلام ونقص التشهير بماذا وأهمية التشخيص المبكر وليس من السهل تعرف على هذه الإعاقة شكرا على إجابتك نفس السؤال نعم حميدة عند ولادة الطفل يقومون بإعطاء الولد إلى الوالدين بدون التشخيص بدون التحقق من أن هذا الطفل لديه كل الحواس يقومون فقط يزينونه يعطوه للوالدين فقط حتى عندما يكتشفون الإعاقة يكون وقت كبير ضاع من أجل التشخيص واخد بالحسبان هذه الإعاقة نفس السؤال نعم تفضلي أخي الوالدين كانوا متأثرين كثير بسبب إعاقة أخي والدي كان عنده عدة أصدقاء من فئة الصن يعني تتعامل مع الإعاقة بصورة عادية لكن هل قاموا بالتشخيص المبكر عند ولادتك نعم أخذني والدي إلى الطبيب الأنف الحنجرة من أجل تعيير مدى الصمم بسبب أن أخي هو من فئة الصم بذلك من أجل التعرف عن إذا كنت صماء أو لا يعني وانا في عائلتي هناك أنا وأخي فقط من فئة الصم جيد نفس الأسئلة فيما يخص التشخيص المبكر يعني هناك أشخاص يعني عندهم سمم عند الولادة مثل جازية نعم وهناك يعني يمرضون بعد ذلك بالتهاب السحايا فيمكن أن يكون يعني ضاريرين أو صم أو في حالة إعاقة جسدية لأن هذا المرض يعني يفتق بسرعة الطفل فما هي النصائح التي تعطونها للأولياء الذين يشاهدون أنا يعني في الحقيقة أنا أظن أنه من الأولويات أن يقوم الطبيب بعمل فحوصات على الوالدة في حالة في شهرها الأخير ويقومون بالمتابعة يعني هناك نقص الإعلام في هذا الخصوص خاصة في الولايات الخارجة من الجزائر يعني الحمد لله أني سماء أو كبرت سماء لكن نقص الإعلام أمر مهم يعني خطير ومهم في نفس الوقت نعم نفس السؤال فيما يخص نعم في المرحلة الأولى من الولادة إلى ستة شهور هي مرحلة يعني مهمة جدا يمكن أن يحدد أي شيء يعني الحرارة ترتفع بصورة كبيرة وهذا مكتوب من الله لكن علينا نصح الأولياء أن ارتفاع الحرارة شيء مهم يجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب نعم نعم وهو كذلك يجب مباشرة الذهاب إلى الطبيب نعم سؤالي مثلا هناك أولياء ينظرون إلينا ربما لديهم أطفال عمرهم ثلاث أشهر شهرين لا يعلمون أن التهاب السحاية والدرجة الحرارة المتافعة خطيرة على الطفل نعم فيما يخص عندما مثلا أنا فيما يخص جوابي على التشخيص المبكر أنا بما أني صماء فلدي ابن عند ولادته قاموا الأطباء بالتشخيص المبكر لحالته كي يروا إذا كان لديه إعاقة وراتية أم لا نعم فهمت يعني كحوصلة لما قلتم عندما يكون أولياء من المستمعين فلا يقومون بالتشخيص المبكر لكن بما أنك صماء فقد قاموا بالتشخيص المبكر لابنك نعم لكن ضرورة التشخيص المبكر يجب أن تعم لكل الأشخاص لكل الأطفال الذين يولادون جيد عندما شعر أبوك أو أمك بأنك صماء ما كان حقيقة هل غضبوا أم شعروا بالاستياء أم ما هو شعور أبوك وأمك كان عمري حوالي ستة أشهر بعد المرحلة الأولى يعني بعد المرحلة الأولى لم يجد الأبوان كيف يتعاملون مع حالتي قد كانوا يشعرون باليأس لكنهم حموني وعلموني وربوني لاحظوا أنني كثيرة لمس الأشياء وأنني أستعمل عينين بصورة كبيرة وكنت أعلم خطورة الشيء عندما ألاحظ في وجوههم الإيماءات التي تشير إلى الخطر أو إلى شيء آخر فكنت أتعلم عن طريق الإيماءات وعن طريق الإشارات التي كانوا يتواصلون بها معي فهموا أنني أتعامل باللغة وأنهم رغم أنهم لا يعلمون رغة الإشارة فقد حاولوا إيجاد إيماءات وإشارات التي تساعدني فهناك لغات إشارية معروفة أكاديمية إن صح التعبير لكنهم عندهم إشارات بداية يحاولون بها التواصل معي شكرا جيد نفس السؤال على الوالدين فيما يخصني أبي كان جد قلق لأن آخر الأولاد قلت لي من قبل أنك آخر الأولاد صحيح نعم أنا آخر الأولاد يعني كلهم يسمعون أنا رقم ستة يعني كل أخواتي وإخوتي يتكلمون ويسمعون بصورة عادية لكن يعني معي كان أبي يعني متوتر لا يعرف كيف يتعامل معي وكان يظن ضنا يعني كبير أني سأسمع يوما ما أبي ربي رحمه إن شاء الله رحمه الله عفوا يعني أبوك لما اكتشف أنك صماء كان قلق نعم كان قلق نعم لماذا قلق لأن كل إخوتي يعني يتكلمون وأنا أصم كان قلقا بهذا نعم بعد ذلك سنتكلم نعم سنتكلم عن يعني مشوارك لما ذهبت إلى باريس نعم سنتكلم لاحقا أنا أريد أن أعرف الشعور الأولياء عندما اكتشفوا أنك صم مثلا أنت أخوك أصم وأنت تاني الصم في العائلة كيف كان الشعور الأولياء بالنسبة لأخيك وبالنسبة لك نعم نعم يعني الصدمة كانت مع أخي لأنه أول من كان في العائلة من فئة الصم يعني هم تعجبوا من أمره وكانوا في حالة صدمة لكن أنت لديك أخ توأم أخ أو أخت توأم يعني تسمع وأنا صم يعني الوالدين تقبلوا أنك صم بسبب نعم نعم والدي تقبلوا أنني صم لأن أخي كان من قبل أصم أريد أن أعرف كيف كانت طفولتك مع أخيك بما أنه أصم وأنت صم عكس الضيفتين التي هم وحدهما في العائلة صم كيف كانت يعني طفولتك مع أخيك نعم كان يعلمني وكان يتبادل معي فقد أنقذني من عالم الصم أضيفي شيئا يعني حكاية معك يعني حكاية مضت مع أخيك كيف نعم بالنسبة لأخي نعم لا يعني في الطفولة عندما كنتوا تلعبون هم كنتوا تلعبون مع جميع الإخوة أم كنتم أنتم بانفراد لا لا لم نكن معزولين كنا دائما نتعامل حتى مع إخوتي الذين يتكلمون كنا نتعاملوا بشكل جيد نفس السؤال يعني مفارقة مع جزياء فأنت الوحيدة في عائلتك من الصم كيف كنت تتعاملين مع إخوتك مع والديك فيما يخص أبي وأمي أنا تارث الأخوات يعني كانت الوالدة تعتني بي لكن كانت دائما تطلب من إخوتي أن يعتنوا بي كذلك لأنها أمي لا تستطيع أن تعتني بي خارج البيت فقد عندما كنت صغيرة سأحكي لكم قصة خرجت مرة إلى خارج المنزل لكن كنت أمام المنزل ولا أسمع فبدأت ألعب ولم أخذ احتياطاتي فيما خص الطريق فبدأت في المشي وبدأت ألتحق بالطريق العام ولما وصلت السيارة فلم أسمحها وجاء السائق ودحسني لكني الحمد لله أنا بالحياة لكني صرخت صرخة والدتي خرجت مسرعة ووجدتني تحت السيارة الكل كان خائفا وكنت أنا لأنني كنت صغيرة ولم أستطع حتى يعني حتى الخروج فأخرجت يدي كي يروني ولكنهم لم لم يستطيعوا إخراجي فماذا فعلوا وبقيت أبكي فقام الجميع برفع السيارة حتى يتمكنوا من إخراجي وبدأت أبكي وكنت حقيقة في حالة مزرية لم تكن هناك يعني لم تكن جروح كبيرة لكن جروح طفيفة ومن ذلك اليوم فأصبحوا يعتنوا بي ولا يتركونني يعني لأني حقيقة على الشخص الأسم أنه يحذر من كل شيء لأنه لا يسمع والأشخاص الآخرين لا يعرفون كيف يتعاملون معي والحمد لله حكاية جيدة نفس السؤال حميدة نعم الوالدي كان دائما معي كان يخرجني وكان يراقبني وكان يطلب من إخوتي ويتقسمون رعايتي الكل يتقسم رعايتي كي يقوم نعم كي أتعلم الأشياء مع الكل كل إخوتي كانوا يتعاملون معي نقطة مهمة كيف كان يتعاملون معك مثلا هي لديها أخ أسم كان يتعامل معها بلغة الإشارة يعني حتى وإن كانت لغة إشارية أكاديمية لكن يعني كان يتعامل معها بلغة الإشارة أنتم كيف أنت أخبرتني أن الوالد الوالدة والوالد يحاولون خلق لغة إشارية أنت كيف كان التعامل معك نعم نفس كانوا يقومون بالإيماءات لا يعرفون عفوا نكملوا معها والنور حولي نعم الإيماءات نفسها يعني كلام بالعربية وإيماءات حتى كبرت حتى إخوتي وأخواتي يتعاملون بالإيماءات لكن أريد أن أضيف شيء آخر لدي أختي مونيا هي أفضلهم دائما تساعدني ودائما تقوم وكأنها وكأني ابنتها تحياتي إلى مونيا من بلاتو دروب الأنامل نعم ما كنت تريدين قولها نعم أريد أن أضيف شيئا عندما كبرت والدي عفوا نعم نعم عندما كبرت يعني في التلفزة لم تكن هناك يعني لغة إشارية ولم تكن يعني الوالدين لم يعرفوا كيفية تعامل معي لأن هناك نقص الإعلام في هذا الموضوع كانت الوالدة والوالد يقومون يعني يقومون بإنشاء لغة إشارية إيمائية للتواصل معكم نعم جيد الآن يعني تعرفنا على طفولة الصغرى لكم من اليوم الإزدياد إلى حوالي ست سنوات لكن الآن لدينا مرحلة مهمة هي مرحلة التمدرس كل واحد يعطينا ما هي كيف تمدرس هناك مدارس خاصة بالأطفال الصم وهناك مدارس أقسام مدمجة فما هو مشواركم في المدرسة نعم تفضلي حقيقة عندما كنت صغيرة كان دائما الوالدين يتساءلون عن إمكانية الاتحاق بالمدرسة وكيفية تعامل تعلمي يعني تواصلت يعني عفوا عفوا أنت التحقتي بالمدرسة لصغار آه نعم كنت لا التحقت بمدرسة عادية مع أطفال عاديين لكني لم أكن أفهم لأن الأستاذة كانت تقوم بالتدريس يعني كلاميا وتكتب ولم أفهم شيئا كنت ألاحظ أجلسك ملاحظة فقط لكن أبي لما يسألني أقول له يعني لقليل لم أفهم لكن عندما عندما التحقت أختي بالمدرسة كانت أسمى هي تساعدني وكنا نقوم بالدروس سويا كنا كنا دائما يعني 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 دائما عفوا تحكي على أختك أسمى نعم يعني كنا كانوا دائما يوصلون يوصلينني أولا إلى المدرسة ثم يوصلون أختي وكانت دائما مسكينة تصل إلى المدرسة متأخرة وهي تقول أني كنت أساعد أختي لأن أختي صماء وكانت دائما تساعدني يعني هذه الحكاية فقط لكي أفهمكم مدى مساعدة أختي نعم وبنسبة لك المدرسة كيف كانت أول تجربة لك نعم يعني لم أكن أعرف والدي لم يكن يعرفوا أين يعني يدرجونني في المدرسة يعني لما قاموا بإدراج أخي في المدرسة فكانت الأمور بالنسبة لي كلها يعني مرتبة والدي كان يتواصل معي باللغة الإيمائية والإشارية البسيطة لكن في أي مدرسة هل تحقت بمدرسة صغار الصم أو نعم تحقت بمدرسة صغار الصم في البداية كنت في مدرسة مدمجة وبعد ذلك التحقت بمدرسة صغار الصم الآن سنرى روبرتاج من إعداد إيمان أكسيل ابنك أصم خبر ينزل كالصاعقة على الأولياء فتختلف ردود أفعالهم ودرجات تقبلهم للواقع المر للوهلة الأولى الصدمة قد تكون شديدة على الأبوين يعني الإعاقة السمعية ليست إعاقة هينا في بعض الأحيان نقوم أو في غالب الأحيان نقوم بتوجيه الآباء إلى المختص النفسي وهذا لمعالجة هذه الصدمة لأنها تكون شديدة على الأبوين كما يكون هناك إرشاد والدي من طرف المختص الأرطفوني بحيث يقوم بتوجيه الأبوين في التعامل مع هذه الإعاقة والتعايش معها أول حصة دائما تكون صعبة على الأبوين وخاصة عند تلقي خبر بأن الطفل يعاني من إعاقة سمعية لكن مع برور الوقت ومع التوجيه والإرشاد سيكون هناك تقبل من طرف الأبوين مرحل عدة يمر بها الطفل الأصم والأولياء منذ تشخيص المشكلة مروراً بالمختص النفسي والأرطفوني خاصة الذي يسعى بدوره جاهداً لبناء جسر واصل بين عالمي الصمت والصوت يأتوا لعلاج التأخر اللغوي أو الضرابات النطقية لا يكون لديهم يعني وعي بهذه الإعاقة وعند التشخيص نجد أن الطفل يعاني من إعاقة سمعية مختلفة الدرجات هناك الخفيفة والشديدة والعميقة يعني لا يكون متنبهين للإعاقة يأتون في سن أربع خمس سنوات يعني في مرحلة اللغة أو دخول الطفل إلى المدرسة وكاين يعني حالات تأتي متأخرة لديها إعاقة شديدة وتكون يعني حسب كل حالة وحسب إمكانيات وظروف وأيضاً تعود إلى المستوى الثقافي والوعي للأولياء التقنيات المستعملة من طرف المختص الأرطفوني تكون حسب درجة وشدة الإعاقة السمعية وحسب سن الطفل الأصم أو ضعيف السمع التقنيات المستعملة عندنا القراءة على الشفاه عندنا لغة الإشارة وعلى هذه هم التقنيات المستعملة وهناك تقنيات أيضاً أخرى حسب مستوى الطفل الأصم إذا كان متمدرس ولديه اللغة المكتوبة فتكون التقنية المستخدمة معه أكثر سهولة كسر حاجز الصمت وتعزيز الثقة في النفس عند الطفل وعند الأولياء أيضاً هو الهدف المرجو في كل حصة مع المختص الأرطفوني وذلك ليتمكن الطفل من مواجهة مخاوفه وبناء جسور التواصل مع العالم الخارجي كما رأينا في الروبورتاج فهي الطبيبة المختصة مختصة في الأرطفونيا يعني الطبيبة التي تتعامل مع الأطفال الصم كي تعلمهم الكلام والتواصل إما كما قالت بالقراءة على الشفاه أو بلغة الإشارة أو كما قالت كذلك بالكتابة فهل توجهتي إلى طبيبة الأرطفونيا في صغيرك؟ نعم كنا نسكن في ولاية بومرداز في دلس لم يكن هناك طبيب أرطفوني في تلك الولاية عندما كنت صغيرة لكن والدي عندما نصحه أحد الأصدقاء قال له في الجزائر هناك طبيب أرطفوني فانتقلنا إلى ذلك لكن انتقلنا إلى الجزائر والتحقت بطبيب الأرطفونيا ووجدنا واحد فقام باختبار كي يرى مدى الصمم الذي عندي يعني وجد أن أحد أدني عندي صمم عميق والآخر صمم نسبي فقال له يمكنها ارتداء السماعة ويمكنها بالتالي سماع الأصوات الخارجية لكن بما أني استعملت السماعة في سن متأخرة فلم أكن أحتمل كل الأصوات التي كنت أسمعها يعني بصورة كبيرة فلم أحتمل تلك الأصوات لأن السماعة لم تكن من النوع الرفيع التي تلغي الأصوات الجانبية لكني لم أحتمل وكان رأسي يعني يوجعني كثيرا فلم أتمكن من احتمالها ونزعت السماعة نفس السؤال عن طبيب الأرتفوني فيما يخص السماعة لم أستعمل السماعة ولم أذهب إلى طبيب الأرتفوني لأن إعاقتي كانت جد عميقة ولما وصلت إلى سن 14 مستاش قالوا أني علي الارتداء السماعة فذهبت فكانت أول مرة أن أذهب إلى طبيب الحنجرة والأنف كي أبتاع السماعات على حسب نسبة الصمم فوضعت سماعتين ولم أكن أفهم ما معنى هذه السماعتين وكان الأمر كثير الإحراج بالنسبة لي هل كنت تسمعين؟ لم أكن أسمع يعني إعاقتي عميقة وكنت أضع السماعتين بدون حاجة ولازالت السماعتين لدي في البيت ولم أستعملها إلى الآن وأصبحت أتعامل فقط بلغة الإشارة نفس السؤال فيما يخص نسبة الصمم في إحدى الأدنين صمم معميقة يعني بمئة بالمئة وفي الآخر تمانين بالمئة لكن عندما كنت أقوم بارتداء السماعة يعني كانت الأصوات مزعجة جدا وكان رأسي وجعون يعني كان عندي ألم في الرأس كبير فلم أحتمل السماعة وكنت أتعلم بقراءة على الشفاه كي أتواصل مع الأشخاص يعني على حسب وشك تقول السماعة إذا بدأت وتستعملها في وقت مبكر يكون أحسن مثلا كما أنت الصمم يعني عميق لا داعي للسماعة نعم حميدة كين هناك في مدرسة تليملي صغار الصم هناك جهاز في الوسط وفيه مخارج للأطفال الصم لكن لم أكن أسمع الصوت لأنني التحقت بمدرسة نعم سنتكلم عن المدرسة سنتكلم عن المدرسة يعني التحقتي في سن متأخر نعم يعني في ثلاثة تكون لم تحتمل السماعة لم تحتمل نعم نعم أريد أن أضيف شيئا آخر في الماضي يعني فيما يخص السماعات كانت سماعات رديئة يعني تعطيك كل الأصوات الخارجية والآن سماعات أصبحت سماعات بتقنية عالية أين تلغي الأصوات مثلا أصوات السيارات أو أصوات عفوا عفوا أو أصوات الخارجية يعني تعطيك فقط الكلام إذن سؤالي كما قالت زميلة سؤالي هل السماعات قديما كانت سماعات رديئة والآن السماعات يعني في تطور ما هو الاختلاف نعم عندما كنت في المدرسة كانت هناك سماعة يعني خاصة بالتعليم فيها عدة مخارج الأستاذة تتكلم في المايكروفون وتعلمنا الأبجدية لكن الأطفال لم يفهموا يعني لم يفهموا عملية النطق لكن عندما هناك اختلاف بين يعني السماعات التي الفردية والسماعات من أجل التعليم هذا هو الاختلاف الذي يوجد بينهم وحتى أن الأطفال هناك من أطفال يتحملون السماعات وهناك من لا يتحملونها بتاتا وهناك أطفال من لديهم صمم عميق وأطفال ولدوا بالإعاقة وآخرين اكتسبوها يعني كما قالت الطبيبة الأورتفونية يعني عملية التعامل مع الأطفال والتعليم تكون حسب شدة الصمم وحسب يعني الحالة الاجتماعية على الأطفال كل الطفل لديه حالة خاصة به هذا هو نعم هناك يعني هناك أطفال يعني هناك طريقة في التعليم وإن يكون الأستاذ مع الطفل ويعلمه لأن الطفل يحتاج إلى التعليم المستمر وهناك طريقة أخرى أن يكون التعليم على الصبورة ويقوم الأستاذ بأخذ المايكروفون مع الجهاز اللي فيه عدة محارج ويقوم بالتعليم جيد نعم سؤال جيد أريد أن أضيفه شيء آخر استعمال السماعة لا يكون بشكل أوتوماتيكي فكل طفل لديه خاصية معينة يمكن من خلالها أن يتعلم بطريقة أخرى يعني كل الطريقة تواكب طفل ما ليست كل الطرق يعني نستعملها على كجميع الأطفال فكل نعم فكل طفل خاص في طريقة التعامل هناك طرق إن تكون طريقة يعني معتمدة جيدة وطرق أخرى تكون طريقة غير يعني مناسبة جيد أنا سؤالي الآن دائما فيما يخص الوالدين لما اكتشفوا الصمم أين ذهبوا أين توجهوا هل هناك مراكز مراكز معينة من أجل نصح الوالدين يعني أن يشوف لتأخر الأطفال في الالتحاق مع الأورتوفونيا مع الطبيبة الأورتوفونيا نفس المشكلة لديكم يعني ما هو السبب في حقيقة في حقيقة يجب أن يكون في كل ولاية مركز من أجل يعني أخذ هذه الحالات مثلا أنا أسكن في بومرداس لم يكن هناك مركز يعني خاص بالأطفال لديهم إعاقة سمعية احتجنا الجزائر باش صبنا يعني لقينا هذا المركز يعني حتى الإعلام رهو ناقص من هذا الباب يعني الكثير من الأشخاص يظنوا أن الإعاقة السمعية إعاقة واحدة هناك عدة إعاقات هناك أشخاص سم وأشخاص ضعيفي السمع يعني هناك هناك اختلاف في السمع نفس السؤال نعم حميدة أنا لم أفهم المشكل لم أفهم المشكل كثير لأن كل الأسم كل السم يحطوهم في مكان واحد يعني يعني هناك أشخاص دوي السمع عميق وهناك أشخاص دوي سمع يعني نسبي يضعونهم كلهم في قسم واحد يعني إلى حد أنه يتعلم الطفل الصم اللي تقيل عنده إعاقة يعني عميقة يتعلم الشيء إحنا نكونوا في انتظار أنه يتعلم باش نتعلم يعني تضيعون الوقت في تعلم الآخرين قالت أنا رايي تقول حميدة أني خليت تركت المدرسة وما قعتش ما كملتش دراستي معهم نعم جازية يعني هناك لازم تكون دائما مساعدة ومتابعة على حسب خصوصية كل سم دائما نتعلق بالأمور الإيجابية سلبية ومشي بالإيجابية نعم يعني ليس هناك مراكز معممة في الجزائر فقط في العاصمة ربما لكن في الولايات الأخرى مثلا المثال يعطي أنت في دلس في ولاية بومرداس ليس هناك مركز نعم ليس هناك مركز قديما المركز أواغل يعني لأمراض الحنجرة والأنف كانت في الجزائر كان في بن عكنون كنا نذهب حتى إلى بلدية بن عكنون كانوا حتى أنهم لا يؤمنوا أني شخص أصم يعني يقولوا عليها جميلة كيف تقدري تكوني صماء يقولهم والدين أنها صماء يعني الصمم لا يرى يعني هي إعاقة حسية يقولوا يعني بعد التحاليل والفحوصات فيما يخص مدى العمق الصمم قالوا أني عندي أدن نسمع بها شوية والأدن الأخرى يعني لا أسمع بها يظنوا أنني شخص عادي لكني أنا معاقة حقا لا أسمع حتى بالسماعات لا أسمع الكلام جيد ولا أفهمه يعني على المراكز هذه تكون معممة يعني يجب أن تكون معممة في الجزائر نعم حميدة رأيتك حبيتي تقولي حاجة نعم فيما يخص أمراض الحنجرة والأنف كنت دائما نروح لهذاك المركز كنت رحلت المركز فيه وهرا كان مركز يعني مجاني حتى السماعات مجانية كيف مجاني لما مجاني آه شخص تري أهدا نعم عدة سماعات آه هذه المعلومة عندها شهر تقول أنها أنها الأطفال يحبوا يروحوا يعني يستلموا هذه السماعات هناك مركز في وهران قام شخص تري بإهداء عدة سماعات للأطفال لما لما لا تكون هذه العملية منتشرة في جميع أنحاء الوطن نعم نواصل دائما الموضوع مهم كنا من البداية كنا تكلموا على الفترة ما بين صفر إلى ست سنوات لكن نشوف بالمحور الأول أخذ الكثير من الوقت هذا مهم كان هناك سؤال فيما يخص ذهابك إلى باريس إلى فرنسا للوالد نتاعك يعني حب وجهك إلى المدرسة لكن قبل ذلك قام بفعل شيء أحكينا شوية على هذا نعم يعني كان في عمرك ست سنوات والدي كان حقيقة متوتر فيما يخص حالتي وكان يتكلم مع المدير تاعه وكان يخدم في شركة تجارية لما حكى المدير الحالة تاعي المدير اعطاله منحة مالية مساعدة مالية من أجل أخذ ابنتي إلى فرنسا وحتى أخي جاء معي ذهبنا إلى كل التكاليف السفر والأرض والفحوصات وكل ذلك أخذها بعين الاعتبار ذهبنا إلى فرنسا في باريس لا أتذكر كم يوم قعدنا في المصحة في المستشفى عملوا لكل الفحوصات الموجودة وجدوا أن العرق السمعي قد غير موصول وبالتالي فقد والدي كان دائما يظن أني سأصبح شخص يسمع مع الوقت لكني لم يكن ذلك فإعاقتي مئة بالمئة نفس السؤال الوالدين ماذا كان عملهم ما كان دورهم من أجل صمم تاعةك وتاعة الأخ تاعةك نعم آه 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 كان دائما عفوا عفوا أعتدر ممكن فيما يخص أخي كان أخي يعني عمره ست سنوات فقد فقد التحق بالقسم المدمج لكن لكن والدي رأى أنه كان صعبا له من تعلم مع الأطفال العاديين وبالتالي فلما كان دوري في التعلم التحقت مباشرة بمدرسة صغار الصم في تيليملي لكن فيما يخص المدرسة في تيليملي لم يكن هناك مختص في الأورتوفونيا نقوم بفاصل ونواصل بعد ذلك نعم سؤالي نعم عدنا من الفاصل نفس السؤال فيما يخص الولدين والتحاقك بالمدرسة ماذا يمكنك يقول لنا نعم سأعيد السؤال أنت التحقت بالمدرسة هل كانت مدرسة صغار الصم أم مدرسة مدمجة في بداية الأمر التحقت بقسم المدمج يعني في المدرسة عادية مع الأطفال الصغار لكن صديق والدي أخبره أن هناك مدرسة خاصة بصغار السم موجودة في شارع تيليملي بالجزائر العاصمة فبحث عنها ووجدها وتواصل مع الإدارة لكن كنت كان في عمري أربع خمس سنوات لكن بما أن كنا نسكن في ولاية بومرداز وكان فيما يخص الجزائر والمواصلات كانت صعيبة لكن بعد وصولي للسن السادسة لتحقت بالمدرسة وكنت فرحة جدا لأن كل الأطفال يتعاملون بلغة الإشارة ولم أكن وحدي في هذه الدنيا وكنت فخورة جدا كوني طفلة صماء وسط كل هذه الأطفال شيء رائع نفس الإحساس بالنسبة لهذا الدخول المدرسي أنا كنا نسكن في حي باش جراح وبعد ذلك انتقلنا إلى حي آخر في الجزائر العاصمة طلب والدي الأشخاص الجيران هناك مدرسة خاصة بالأطفال السم لم يكن يعلموا أن هناك مدرسة قريبة ويمكن أن التحق بها وكان أول مرة يفرح الالتحاق بمدرسة فيها أطفال السم وحتى الوالدة كانت فرحة أكيد الوالد كان يظن دائما أنك تصبحين شخص يسمع لكن لما ذهبتم إلى فرنسا انصدم بحقيقة أنك يسمع ولكن عندما اكتشف أن هناك أطفال نفس الإعاقة لديك حقيقة سيفرح كثير نعم الوالدين كان يظن أنه لا مستقبل لي لذلك كانوا خايفين ومتوطرين وكان حبي الوالد يحب يشوف نسمع على غرار إخوتي الآخرين والآن الحمد لله حبيت نسألكم سؤال نقرب نكمل الحصة لكن حبيت نسألكم سؤال فيما يخص أنتم تعملون نعم شكرا على السؤال لما قمت بالدراسة والتحق بالمدرسة وكين ساتدة حقيقة لا يعرف لغة الإشارية لكن كانت هناك طفلة أخرى ملتحقة معي في المدرسة المدمجة التي ساعدتني وتعلمت الكثير معها وكنا نتواصلوا كبرنا كيف كيف وتحصلت على نعم وتحصلت على شهادات والتحقت بالمدارس بالابتدائية ثم التانوية ومن بعد تخرجت وعملت تكوين والآن أنا أعمل وأنا شخص يعني عندي نسوق عندي رحصة سياقة والأشخاص اللي صم عندهم مش مشكلة في السياقة أو في التعامل ليس هناك يعني فروقات كبيرة مع الأشخاص اللي يسمعوا أشكر والدي بحرارة لأنهم ساعدوني على الوصول إلى هذه المرحلة الآن حياتي ماذا أعمل أنا أعمل في في جمعية للصم أنا الأمينة العامة للجمعية وكذلك في نفس الوقت أعمل كمدرسة أطفال الصم نعلمهم يعني اللغة الإشارية وكذلك الوالدين يقول أنه يعني باردو والدين آه دكار الوالدين عليهم أن يفتخروا بوجود أطفال الصم أنا الوالد التاعي لا يرحمه توفى أنا نترحم عليه بزفزة في أنه ساعدني وأنه يعني خرجني معاه وكان كل مرة يخرجي يعني يعني يعطاني يعطاني فخر بأني بأني طفلة صماء ولا يوم شعرت شخص غير عادي نعم نفس سؤال درست إلى غاية سنة من عشر وبعد ذلك عملت تكوين والآن أعمل ماذا تعملين نعمل في المطار في المطار ماذا تعملين نعمل في الإعلام الآلي جيد حتى في عملي أو في محيطي لم يكن هناك أشخاص يعني يقهروني كنت يعني كنت أعيش حالة عادية ولم أشعر أبدا أنني نعم شخص غير عادي تقريبا رانا نكملنا الحصة لكن نعطي لكم كلمة كلمة سريعة على السريع قولوا وشكي حبا أشكركم أنا جدا فرحانة لأني هنا وتمكنت أني نقول كل وشكي حبا نقول خاصة للأشخاص الصم أنهم يقدروا يقدروا يتواصلوا ويقدروا يلحقوا راك وشوفوا هنا رانا في الحصة ورانا نقولوا أننا نعملوا والدولة راي هنا بشتساعدنا وكي يعني كل منهم حفيزات حتى الأولياء ما يجب يضمنوا يقولوا لمكاش مستقبل لوالدي للأبناء عفوا أشكر كل عائلتي التي ساعدتني في أن أكون ما أنا عليه الآن شكرا آخر كلمة لأول مرة نلتحق وكل عاملين على هذه الحصة أول مرة نشوف أنه حصة خاصة بالأشخاص الصم الأشخاص الصم دائما نتعارف مبينتنا ونحن رأنا هنا نقولوا كامل وش عشنا وما هي مسارنا وأنه ممكن وممكن نلتحقه ونتزوجه ونخدمه وهذا الإعاقة ليست عائق وحبيت نضيف أشكر كثير كثير العائلة التاعي والوالد لله يرحمه نعم آخر كلمة شكرا على الاستضافة هذه الحصة تساعد الصم وما كان حاجز كما قلنا في البداية كل الأشخاص كامل محيطين بنا ليسوا كلهم أشخاص سيئين كم بزاف الأشخاص يساعدون لازم دائما الإيجابية في التعامل والابتعاد عن السلبية الحوار معكم حقيقة شيق جدا نشكركم على ما قلتهم لنا في هذه الحصة إن شاء الله نلتقي شكرا العفو نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة